فبعيداً الحكاية بقيت الدماج بقيت سلفية في كله سلفية في الرياضة وسلفية في السياسة وسلفية في الدين وسلفية في كل حاجة اللي هو ايه يعني سلفية يعني الجمود عند فكرة معينة والتوقف عندها بانها هي ده الرأي والفكرة الصحيحة الصائبة وعدم السماح لعقلها انها تدير اي حوار او نقاش حول اي فكرة جديدة وهي ضد اي فكرة جديدة اصلاً لانه الحقيقة السلفية اللي موجودة في المجتمع مش بس ضد الاجتهاد في الدين وضد الاجتهاد في السياسة وضد الاجتهاد في الاعلام وضد الاجتهاد في الفن هز ما وجدنا عليه اباءنا على طول فالعقل تقلص وتكلس نتيجة جمود الخطاب العام عموماً غياب الرأي العام عموماً وتحويله الى مجموعة من المهاطرات جوه وسائل التواصل الاجتماعي طيب ده ما بقى طبعاً ما بقى حصدش التغير في العقل وفي العقلية ما بين يوم وليلة وعشان كده احنا ضيعنا سنوات كثيرة بان احنا اهملنا الوعي المصري والعقل المصري وعقل مجتمعنا ووعيه لدرجة ان احنا بنحصد حصاد الهرتلة دلوقتي اللي هو ايه انه اي كلام فارغ هراء بتتحارب بيه البلد يصدق او يبقى موضع للنقاش والتصديق لدى قطاعات واسعة من الناس ما فيش حصانة فيش مناعة وانه الناس بدأت بتتحاور وبتتكلم وبتتناقش وبتفكر وبتقول بالعواطف والغرائز مش بالافكار والاراء وده بده احد مظاهره مظاهر غياب الازمة العقل المصري في الوقت ده انه لما تدور وتقول يعني خلال السنوات اللي فاتت دي كم مؤتمر حصل في المصر تركتين قوي لكن هل في مؤتمرات لأبحاث علمية هل مصر قدمت أبحاث علمية في العالم يعني انتاجنا حاجة هل مصر اخترعت حاجة خلال السنوات بقولش مصر الدولة ولا بقول مصر الحكومة بقول مصر المجتمع المصري بكل ما فيه يعني انتاج بحث علمي جديد مثلا كان له دور هام فيه لوحاث العلمية في العالم هل اتعملت عملية طبية باسم طبيب من الطباءنا جراح من جراحينا مثلا اصبحت يعني حديث العالم كله واقتدى العالم كله به هل عندنا هل عندنا في مصر محاضر سياسي ثقافي اجتماعي حتى شاعر لو محاضرات كده فالناس تروح تحجز تقعد خمس تلاف واحد عشان تلات تلاف اربع تلاف واحد عشان يسمعوا بشكل مباشر مفكر مصري او مثقف او او شاعر هيقول حتى اشعاره هل عندنا ده يعني هل هل احنا كل جامعاتنا اللي موجودة هل المراكز البحسية في مصر قدمت بحوث اصبحت حديثنا ومصر اهتمام المجتمع هل قدمت هل في بحث علمي بحث اجتماعي بحث اقتصادي بحث انساني اي من العلوم الانسانية والاجتماعية فاصبح مصر للحوار ازاي تقال كده ونتناقش في ده ونفكأ ويضاء ويجيب الناس اللي عملوا الابحاث ونكلمهم الكلام ده كله على الفكرة بيحصل برا في الدولة المتقدمة اللي بتنتج افكار اللي بتنتج نظريات اللي بتنتج اختراعات اللي بتنتج اكتشافات مين اللي بينتجها حتى الانتاج دي كلها مين العقل البشري عقل هذا المجتمع فلما انت تغيب عقل المجتمع وتخليه عقل اتباعي يتبع الدولة بتتبع فرحانة انه الشعب يتبعها ويبه هو تابع طب ما هو العقل التابع ده هيبه تابع برضو سيدنا الشيخ وهيبه تابع للارهابي وهو خلاص هو عقل تابع مش عقل نقدي احنا خايفين اصل العقل النقدي ده هينكف في الحكومة وهينقشها وهو الحقي وهو الحريتي وهو الكرمتي فخليه عقل تابع طائع ماشي بس لما خليه عقل تابع طائع طائع للجميع مش للحكومة بس خلاص بقى عجينة في ايد اللي هيشكله فنصبح على هذا النحو بقولك غياب الابداع النظري غياب الابداع الفلسافي غياب الابداع الاجتماعي محد محد مفيش حاجة خالص البلد جفاف رهيب رهيب في الابداع الفكري والنظري والفلسافي والعلمي مش معقول مش مصر المفروض مصر دي بلد الحضارة والثقافة العقليات وطول الوقت كاتب ومفكر شيخ وإمام وعديد يقوله أفكار وآراء وابداعات فظيعة جدا والناس تختلف حواليها وتتناقش فيها